ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزرية العليا للحج بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أشار مدبولي إلى إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام وكذلك تقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى كما واجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية وكذلك اجتماعات التنسقية مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية من أجل ضمان توفير كافة الخدمة اللازمة للحجاج المصريين وتيسير كافة شؤونهم